موسيقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقد شرع الله تعالى الزواج لبناء الأسرة التي هي نواة المجتمع وحدد الشارع الحكيم ضوابط هذا الزواج ووسائل حماية تلك الأسرة الناشئة عنه تحية طيبة مباركة مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج محيا رمضان في اليوم الرابع والعشرين من أيام الشهر الفضيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه هو الذي آزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مشاهدين الكرام حرص الإسلام أشد الحرص على إرساء وتثبيت الأسرة والمحافظة عليها مما يؤذيها والمحافظة على تماسكها مع إعطاء كل فرد من الأسرة دوراً مهماً في حياته فالأسرة هي المكون الفطري الذي يرضي الخالق عز وجل فمن خلال ذلك الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه تتهذب وتشبع الحاجة الجنسية التي أودعها الله تعالى في كل من الذكر والأنثى ويكون ثمرتها النشأ الصالح ومن هنا تتحقق الغاية التي خلق الإنسان من أجلها ألا وهي إعمار الأرض واستمرار الجنس البشري حول الأسرة في الإسلام والسبل حمايتها من الثقافات الواردة تدور حلقة اليوم ونرحب فيها بضيفتنا الكريمة الدكتورة نازيها معاريج أستاذة مادة العقيدة الإسلامية بجامعة محمد الأول بالمغرب كما نرحب مرحباً بحضرتك دكتورة كل عام حضرتك بخير كما نرحب بضيفنا الكريم القارئ والمنشد المغربي الأستاذ أنس بوراق مرحباً أستاذ أنس وكل عام أنت بخير وهذه ليلة مغربية بامتياز ضيفانة من المغرب على الحبيب مرحباً بكما اسمحي لنا دكتورة قبل أن نبدأ في الحوار أن نستهل هذه الحلقة بقراءة لمتى يصر من آي الذكر الحكيم لأخونا أنس لكن قبل أن تبدأ لنا أخ أنس بالقراءة أعطنا نبذة في البداية عن رحلتك مع تلاوة القرآن الكريم وكذلك مع الإنشاد الديني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبي سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسلم من كثير أشكر الله عز وجل أن جمعنا في هذه الليلة المباركة وهذا الشهر العظيم وأتشرف بالحضور معكم شكراً جزيلاً وأجزاكم الله خيراً صراحة لم يكن الأمر اختيارياً لي فوالدي حفظه الله كان منشداً فعندما نشأت وجدت الإنشاد في المنزل التدريب الإنشادية والابتهالات والقرآن فالحمد لله عز وجل عندما ظهرت الموهب لدي أخذ والدي بيدي وعلمني المقامات وأخذ بيدي إلى مدارس المختصة في هذا المجال فجزاو الله عني كل خير والحمد لله جزاكم الله خيراً نبدأ بالتلاو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولن الباب والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أنامنوا بربكم أنامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم بارك الله فيك تلوت علينا من أواخر سورة آل عمران ما تيصر لك برواية ورش عن نفع بارك الله فيكم دكتورة نزيهة فلنبدأ بداية بتعريف مفهوم الأسرة في الإسلام وأهميتها ولماذا عني الإسلام كل هذه العناية بتكوين الأسرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي المرسلين وصحابة أجمعين والتابعين لو بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل شكراً على دعوتكم الكريمة تحية خاصة للمشاهدينكم الكرام وإحقانتكم الكريمة بالنسبة للأسرة في التصور الإسلامي فهي آية من آيات الله والآية الشيء العجيب الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خالق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وضرورة هذه الوحدة للجنس البشري والاستمرار النوع الإنساني قد بدأ قبل نزول الإنسان إلى هذه الأرض فأول مشهد ظهر فيه الإنسان ظهر على أنه الزوج والإنسان يكون فرضاً عندما يقترن بصاحبه يصبح زوجاً ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة بمعنى أن هذه الوحدة العجيبة هي ضرورية لعندما قبل نزول الإنسان إلى الأرض وأثناء وجوده على الأرض وستستمر سعادة الإنسان بسبب هذه الوحدة في الضار الآخرة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذريتهم أعلى مقامات السعادة في دار الدنيا لاستقرار النفسي والسكينة مع الطهر والعفاف والنسل الطاهر لكي تستمر الإنسانية يعني هذه مقامات السعادة وهذه الحاجة لم يصبر عليها حتى الأنبياء الكرام صلوات الله عليهم بالرغم من أن مهام الأنبياء صلوات الله عليهم هي دعوة الناس ولكن لتوفير جانب استقرار الوجداني والجنسي يشبع الرغابات بطريقة تصريفها بطريقة طاهرة الله سبحانه وتعالى أكثر الأنبياء باستثناءات بسيطة كانوا ظهروا في مشاهد مع أسرهم مع أزواجهم وبعض الأنبياء الذين حرموا أو كادوا أن يحرم من هذه النعمة تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم هذه النعمة زكريا صلى الله عليه وسلم لا تذرني فردا ما معنى الفرد؟ ألا أكون بدون عقب فجاءت جواب الإلهي أن وهب له يحيا وأصلح له زوجه بمعنى إذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وهم قادت الناس وسادت الناس في مكارم الأخلاق وفي العلو وفي السمو قد أدوا رسائلهم من خلال هذه الوحدة فمغالطة أن نقول بأن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة سعيدة خارج هذه الوحدة وهذه الوحدة كما قلتم هي أساس عمارة الأرض هي أساس تعارف هي أساس البناء البناء الإيجابي والتكامل بين البشرية الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لماذا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف لكي تنمية الكون عمارة الكون وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لتساءلون به والأرحم إذن العلاقات الإنسانية تقوم على هذه الوحدة التكاثر السليم دائما نؤكد التكاثر السليم النصل الطاهر الذي يضمن استمرار النوع هو يكون من خلال هذه الوحدة لذلك كانت هذه الوحدة ضرورية وأساسية لسعادة الفرض ولعمارة الأرض والاستمرار النوع وهذه هي أسس أسس كما قلت الفوز في الحال والفوز في المآل والأسرة الكريمة والأسرة السوية اتفقت عليها الفطر السليمة منذ البداية فمنذ وجود الإنسان على هذه الأرض كان هناك إجماع وأنا أقول إجماع بين البشرية على أن الأسرة السوية هي المكونة من ذكر وأنثى يجمع بينهما عقد زواج الشرعين سمه الله سبحانه وتعالى الميثاق الغاليض ميثاق غاليض في جميع الاتجاهات ميثاق غاليض مسؤولية الزوج تجاه زوجته بالإخلاص وبالمسؤولية وبالحفظ وبالصيانة غاليض تجاه الأبناء مسؤولية التربية مسؤولية التنمية النفسية للطفل مسؤولية التنمية البدنية للطفل الطفل عندما ينمو وسط أسرة سوية مع الأسف هذه القاعدة قد كسرتها المواثيق الدولية بوثيقة بيكين 1995 عندما حاولت الوثيقة أن تلعب على المصطلحات وتحول مصار الإنسانية جعلت مفهوم الأسرة ذكر ذكر يسوي أسرة أنثى أنثى يسوي هذا هو الهلاك هذا هو الهدك وإذا عدنا إلى المعاجم علم النفس وعلم الاجتماع كما قلت قبل هذا التالي كانوا اتفاق على أن الأسرة فامي هي ذكر وأنثى يجمع بينهم عقد زوى الشرعي هي وحدة اجتماعية لإشباع الغرائز بطريقة طاهرة ولتكثير النسل وهذا أيضا ما جاءت له الإشارة حتى في الكتب السماوية أو الكتب المقدسة قبل القرآن الكريم مثلا نجد في سفر التكوين الإصحاح الأول الآية 27 يقول النص فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الإنسان الها الضمينة دور على الإنسان تعود على الإنسان ذكرا وأنثى فقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض هذه نفس الدعوة تكرت ما في سفر المزامير سفر أسفار داود عليه السلام إذن من هنا تأتي ضرورة هذه الوحدة ففي جميع الاتجاهات سواء في يعني ما يعود من الفضل على الإنسان مع الأطفال على الأصور في التصور الإسلامي على الفروع نحن في التصور الإسلامي نحتفظ بأصولنا لا نلقي بهم إلى الضر العجزة نتبرك بهم يعني ينيروا لنا الطريق أيضا بالنسبة للأبناء مسؤولية تامة بدءا من الإسم الإنسان في التصور الإسلامي يسأل حتى على اسم ابنه إذ كان قد أحسن إختيار هذا الإسم أو لم يخطر من هنا تأتي أهمية وحدة الأسرة أنا قلت لكم قبل وأثناء وبعد إن شاء الله بارك الله فيهم يا دكتور لا عفو اسمحي لنا أن نعود مرة أخرى إلى أخينا أنس ونسمع منه الآن ونشودة طيبة بإذن الله تعالى إن شاء الله تفضل سوف نقدم إن شاء الله مادة مغربية بإذن الله يبتهى المغرب الله ما إلي قوى ولا إلي جهد ولا حول ولا تدبير في القضاء ولا حيلة من أعمرني بصبر والتوكور هو يفجي أهموم ذاتي لوحيلة من عندي أنا لدعاء من عندك لقبول والحجمات كون فيها تعطيل والله والله ما بديت هذا التوسول حتى تيقنت من قدرتك لجليلا تعطينا ملوينا في هذا الليلة أنا عبد رب الله قدرة يهون يهون بها كل آمر عسي يهون بها كل آمر عسي فإن كنت عابدا ضعيف القوة فرابي على كل شاي قادر فرابي على كل شاي قادر يقول لمن شاكون فيكون ويبديء سبحانه ويعيد ويبديء سبحانه ويعيد اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام صحبي أجمعين يعني دعني أقول لك حببتنا في اللهجة المغربية ما أجملها وما أجمل المقامات التي تستخدمونها في الإنشاد على الرغم من صعوبة فهم هذه اللهجة عند بعض المشارقة لكنها جميلة بارك الله فيكم حياكم الله دكتورة نزيهة السؤال الآن ما الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقة بين الزوجين في ضوء ما أوضحه القرآن الكريم من أن للرجل القوامة وما المفهوم القوامة؟ هل هي تسلط استبداد؟ بالنسبة للقرآن الكريم لم يعطي أهمية لعلاقة بقدر ما أعطاها للعلاقة الأسرية لهذه الأمور لأن كما سبقا أشرت لأن الأسرة هي النواة بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة قد حددها القرآن الكريم بأنها تقوم على السكينة والمودة والرحمة هذه الثلاثية في حالة الاستقرار لأن الأسرة هي رأس مالها الإنسان وروح المعاملة داخل الأسرة هي المكارمة الأسرة يجب أن تترفع عن النزاعات نحن لسنا في حلبة صراع نحن داخل أسرة ننشد الأمن والطمأنينة والمحبة وتفريغ الغرائز بطريقة لا تؤثر على النفس الإنسان لا نعيش بها قلق ولا تؤثر على فساد الكون ولا المجتمع لذلك أولا دعونا نحرد معنى مصطلح القوامة فالقوامة هي بمعنى الحفظ والصيانة والتدبير فهي لا تعني التسلط أعطيكم أمثلة الله سبحانه وتعالى قيوم وهو يدير الكون وهو سبحانه وتعالى لا يتسلط على عباده لا يجبرنا على الشيء بالرغم أنه له الحق سبحانه وتعالى في ذلك الحي القيوم ما معنى الحي القيوم في حقه سبحانه وتعالى بأنه يدير الكون يقضي حوائج الإنسان نحن نتضرع إلى أن يقضي حوائجنا لذلك فالقوامة قوامة العلاقة الرجال قوامون على النساء هي إدارة هي قضاء حوائج النساء بالمعروف وكل الأحكام الأسرة في القرآن الكريم تدور عن المعروف معروف حتى في الانفصال في حالة الاستقرار عندنا فإمساكن بمعروف في حالة الانفصال أو تسريح بإحسان يرتفع منصوب الأخلاق في حالة الاستقرار عندنا العدل إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في حالة الانفصال الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم إذن فعلاقة القوامة علاقة ليست علاقة تسلط ثم إن من المفاهيم التي غير صحيحة أن علاقة القوامة تقتصر في علاقة الجامعة بين الزوج والزوج وهذا خطأ علاقة قوامة الرجل تمتد علاقة قوامة الأب على ابنته علاقة الإبن على أمه هل يمكن أن يتسلط الإبن على أمه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إذن فالرجل مسؤول وقوام على ابنته وعلى أخته وعلى أمه إذن من هنا مفهوم القوامة بمعنى مفهوم قضاء الحوائج القوامة هي تكليف شرعي وظيفة واجب يقوم به الزوج سقطت على المرأة كما أن هناك بعض الوظائف تقوم بها المرأة سقطت على الرجل الحمل والرضاعة إذن فهو تكامل ثم هذه القوامة ليست استبداد ليست من صلاحية الزوج فقط لماذا؟ لأن القوامة مسؤولية والمرأة تشارك في هذه المسؤولية بمقتضى نص صحيح عند البخاري كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راعي في آله وفي بيته والمرأة راعية راعية إذن فأنت شاركة كذلك المؤسسة في الإسلام بما في ذلك مؤسسة النبوة تقوم على المشورة الذي لا ينطق عن الهوى وشاورهم في الأمر أبو هرير رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم إذن المؤسسة الناجحة بدءا من رأس المؤسسة وأشرفها النبوة كانت تقوم على المشورة إذن فكذلك مؤسسة الأسرة تقوم على المشورة لذلك أنا أقول بأن بعض التفاسير قد جنحت إلى تفسير القوامة بمعنى التسلط وهذا يتعارض مع روح شريعة الإسلام التي جاءت بالتكريم ولقد كرمنا بني آدم والمرأة من بني آدم كما قلت المؤسسات تتقوم على المؤسسات الناجحة ثم قد يقول بعضهم الإدارة في جميع المؤسسات الوظائف تختلف إذا ذهبنا إلى المدرسة نجد المدير ونجد المدرس ونجد المسؤول على الملفات الطلبة إذا ذهبنا إلى المستشفى نجد مدير المستشفى نجد الممرض نجد الطبيب الطبيب الرئيس الاختلاف في الوظائف ليس احتقاراً نعم إذا أن تختلف وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل وأن يكلف الزوج بأمور سقطت كرامة من الله المهر نفق رحمة بالمرأة ثم نقول هذا التسلط فهذا من الفهم الخاطئ بالنسبة هل يتعرض ذلك دكتورة مع وجوب طاعة المرأة زوجها؟ شوف أنا قلت في العلاقة الأسرية ليس عندنا حسابات ليس عندنا حسابات دقيقة الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات مع الأسف تؤول أو تفسر تفسيرات خاطئة الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الصلف الصالح يعني مع شخص الصحابة اللي تخرجوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وللرجال عليهن درجة سأعود إلى شرح هذا ولهن مثل عليهن يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول مماثلة كان يقرأ هذه الآية ويقول إني أتزين لزوجتي كما أنها تتزين لي هنا يعني المساوات يعني حتى في الزينة وللرجال عليهن درجة السلف الصالح ابن عباس رضي الله عنه يقول الدرجة هنا هي كريم الأخلاق الدرجة هي الفضل هي أن تغضى عن بعض الأمور التي قد تقع فيها المرأة إذن فأي فأي إذلال للمرأة أي دونية للمرأة يتحدثون عنها بل الأكثر من ذلك ابن عطية الأندلوسي عندما يفسر هذه يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه هذا قول حسن بارع وشيخ المفسرين الإمام الطبري يقول هذا ندف دعوة للرجال أن يتلطفوا بالنساء وليس خبرا على أن الدرجة والأفضلية والتسلط هو قدر خبر من عند الله سبحانه وتعالى وجاء سيد قطب التفات كريمة قال هذه الدرجة هي في حالة الطلاق لأن مطلع الآية يقول والمطلقات يتربصن بأنفسينا ثلاثة قرى بمعنى وتنتهي الآية وللرجال عليهم درجة هذه الدرجة تنصارف إلى حالة الطلاق بمعنى مكان من الأخلاق تكون في حالة الاستقرار وفي حالة الانفصار الشقاق هذه الدرجة ما معنى في حالة الشقاق أنك أيها الزوج أنت الذي طلقت لك الدرجة لك الحق أن تعيد المرأة في مرحلة العدة فأنت الذي أوقعت الطلاق إذن فهذه وعندنا تفسير مدرسة تطبيقية عندنا الصحابة الكرام جبير ابن مطعم تزوج امرأة قبل الدخول وفرض لها فريضة إذن في هذه الحالة لها النصف فله السنفرطم فساق لها المهر كله فعندما سئل عن ذلك قال ألا أكون من أهل الفضل إذن لاحظوا التفسير السليم يجب أن يؤخذ في شمولية في علاقة المرأة طاعت المرأة عبادة نحن الآن نطيع حتى أبناءنا هذا واقع لإرضائهم لماذا لا نأخذ هذه الحركة إذا جزلنا أن نقول هذا الكن على أنها عبادة ماذا ستضرني أنا إذا أطعت الزوج وأجبت لأن هذا هو الغرض وهو سيطيعني في أمور أخرى نحن نسنا في حلبة الصراع الله سبحانه وتعالى يقول ليسكن لتسكن إليها وليس عندها صحيح ليست إيجار السكن هو يسكن عندي وأنا أسكن عنده يسكن إلي وأنا أسكن إليه لذلك في التصور الإسلامي عندنا قواعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء أخشى قائق والرجال إذن هنا البساوات والتكريم عام وأصل الخلقة واحدة النوع واحد إذن في أي دنيا وأنا أؤدي واجب سأجاز عليه أولا عند الله عبادة يجب أن هذا الخيط الرفيع يجب أن ندقق فيه أي حركة نقوم بها داخل البيت في علاقتنا مع أزواجنا مع أبنائنا مع أصولنا الجدود أو الأجائز مع أبنائنا مع أرحامنا يجب أن نصرفها على أنها عبادة آنذاك تنتفي هذه الحساسية وهذه الحسابات وكذا وكذا لأن المرأة كما قلت عندها يعني ميثاق وعد من أنها مكرمة مثل الرجل إن شاء الله دكتورة بارك الله فيكم دكتورة أفوال مرحبا اسمح لنا نعود مرة أخرى إلى سيد أنس لنسمع منه مجودة الآن وَلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَا تُضِيَاءُ وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُمٌ وَثَنَاءُ الْرُوحُ وَالْمَلَأُ وَالْمَلَائِكُّ حَوْلَهُ وَالْمَلَائِكُّ حَوْلَهُ بِكَ بَشَّرَ اللَّهُ السَّمَاءُ بِكَ بَشَّرَ اللَّهُ السَّمَاءَ وَالْمَلَاءَ فَزُيِّنَا وَتَضَوْعَتْ مِسْكَنْ وَتَضَوْعَتْ مِسْكَنْ بِكَ الْغَبْرَ وَالْمَلَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْنَى الْعَابِ وَيَا بَقَى اللَّهُ هِيَّ نُورٌ عَلَى نُورٌ هِيَّ شِفَاءُ صُودٌ وَالْمَلَاءُ ذِكَّرُ رَبِّنَا الْغَافُورُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْنَى الْعَابِ وَيَا بَقَى اللَّهُ وَبَرَكَ اللَّهُ وَبَرَكَ اللَّهُ فِيهُ سَدْ أَنَسِ طيب أنا أريد أن أسألك أنت شخصياً عن تجربة الزواج ونظرتك للأسرة المسلمة وخصوصاً أنك في مجال التلاوة والإنشاد دائماً أنت قريب من المعاني السامية والمعاني الدينية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على أهله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً صراحةً مشروع الزواج بالنسبة لي يعني صراحةً لو تكلمت كثيراً يعني لن أوفي صراحةً فزوجتي حفظ الله وبارك فيها هي السبب في أنني وصلت لهذه المرحلة فكانت أنيستي ورافيقتي وكانت دائماً معي يعني في أزماتي وفي هذا لأنها موجودة؟ نعم، هذا دائماً ومعروف يعني عليه صراحةً فبارك الله فيها وهكذا نسأل الله الزوجة لأن يكون جميع الشباب هكذا يعني بين زوجاتهم بارك الله لكم وبرك الله فيكم يا رب العالمين دكتورة نزيهة أعود لحضرتك مرة أخرى وأسأل الآن عن كلنا نعلم أن العالم الآن كله مفتوح بعضه على بعض وهاتف جوال صغير في يد الولد أو البنت يمكن أن يطلعه على كل شيء فكيف في مثل هذه يعني يمكن أن نستخدم وصف الفوضى من المعلومات ومن الأفكار ومن الثقافات يمكن أن نحمي أسرنا وأبناءنا من ذلك شكرا على السؤال بالنسبة التصور الإسلامي لم يطلق دقيقة ولا صغيرة إلا وأفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعطي لنا هذه القواعد طفل في السبع السنين الأولى عندنا كيف لعب وممكن الآن للآباء أن يتحمل مسؤولياتهم أكثر فأكثر تجاه هؤلاء الأبناء بمعنى منذ هذه المرحلة أن نبدع على العقل المسلم أن يطور قديما كنا نذهب بالأبناء إلى الفقه ونجلسه أمامه ويأخذ ما تيصى من القرآن الكريم الآن عندنا وسائل جديدة يمكن أن نشجع الطفل عن طريق هذه الأشاشات وعن طريق هذه الرموز وعن طريق كثير من أن نبدع كيف نحبب للطفل ونحن نلعب معه نخرج معه إلى الغابة نلاعبه في كرة القدم وكذا مسابقات إلى غير ذلك بعد ذلك المصاحبة تأتي مرحلة المصاحبة وهذه مهمة الآباء يجب أن ندرك بأن أفضل مشروع نورته للإنسانية هو الولد الصالح هو الولد الصالح لماذا؟ لأننا ولد صالح ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الدار بعد الموت ولد صالح يدعونا إذا لحلنا إلى الدار الآخرة خير ما نتركه هو الولد الصالح لذلك بعد ذلك عندما تتم هذه المرحلة من الحصانة كما قالوا فتركناه الحبلاء الغريب في هذه المرحلة بعد أن نقحناه أعطينا له حصانة فإذلك أنا أناشد الأسر هذه أول المسؤولية عن التزام أمام الله هذا ميثاق غريض نوقعه أمام الله ونوقعه على أنفسنا وسنسأل عنه في الدار الآخرة أكبر المشاكل أكبر التي تتعس قد أكون بدون مال لا يضر قد أكون بدون صحة أحتسب ولكن المشاكل التي تؤثر على الآباء نفسيا وماديا هي المشاكل التي تأتيهم والعياذ بالله عن طريق الأبناء لذلك هذه المسؤولية يجب أن نتجند أكثر يجب أن نوظف جميع الأبواب الفن القراءة الرحلة أي مسألة نزرع بها بضرة فسيلة ولا نشتغل مع أبنائنا فقط لأننا نحن أمة العالمين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين يجب أن نتحمل مسؤوليتنا أيضا تجاه أبناء الأمة المدرس يقوم بدوره لا نقتطل على أداء الدروس ثم نعود إلى بيوتنا سنسأل سنسأل عن سابع جار سنسأل عن الإنسانية لماذا؟ لأننا نحن قد يعني قد تعرفنا على هذا الدين وهذا الدين رحمة وهذا الدين سعادة وهذا الدين الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الدعوة إلى الله هي من العمل الصالح ولكن الله سبحانه وتعالى استثناها لها أجر وهي تأخذ أيضا أجر العمل الصالح لها أجر مضاعف آنذاك تستطيع أن تدعي انتماء إلى الإسلام وقال إنني من المسلمين لذلك هذه المنظومة يعني هذه المسؤولية مسؤولية تجاه الإنسانية يجب أن نستشعرها ويجب أن نتحملها ويجب أن نسد بطريقة متوازنة لذلك أنا قبل قاعدة نقش مع الشاب بعض الأمهات مثلا في ليلة رمضان يتركون الأبناء بدون مراجعة الدروس بدون أكل ويذهبنا إلى المساجد هذه أولويات برنامج الأول هما الواجب قبل النفل قبل التطوع لذلك هذه المسؤولية والله سبحانه وتعالى يقول أن الأسرة مسؤولية المثاق الغاضير إلا على أزواجهم يعني التزام من أراد أن يكون أسرة فيجب أن نشعره بهذه المسؤوليات أنت مقدم مسؤولية أمام النفس من والعياذ بالله من ضاع منه الإبن فكأنه قتل هذه النفس وسيحاسب عليها إذن فهي من الكبائر لذلك يجب أولا أن نتحمل مسؤولية أمام أسارنا وأمام مجتمعنا وأمام الإنسانية آنذاك يمكن للإنسان أن يدعي الانتماء إلى درجة الإسلام حين أن الدين الإسلام هو إسلام وإيمان وإحسان نحن نطمع فقط أن نكون أن نؤدي مسؤولياتنا لانتماء إلى هذا العنوان أما أن نقول أن ندعي الإيمان فهذا أمر صعب جدا لأن من ادعى الإيمان فقد جزم بالمصيره في دار الآخرة والدار الآخرة نزول الجنة لا نستطيع لأحد أن يجزم بها إلا الله سبحانه وتعالى دكتورة هل نربي أبناءنا بنفس الطريقة التي ربينا بها؟ هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح وأنا من هنا أناشد أن نجند التربية بالقارين الذي أقوله أنا قد لا يفهمه الطفل أو أنا مدرسة قد لا يفهمه الطفل لمستوى مثلا تعليم الابتدائي تعليم الثاني أنا فاشلة لذلك يجب أن نأتيه بمن هو أقرب إليه سنا وهذه التجارب عشناها نحن مثلا في المخيمات المخيمات التي يذهب فيها الطفل لأسبوعين بعيدا عن عائلته الذي يقوم بآداء مثلا صلاة الجمعة والخطيب هو شاب هو شاب وسبحان الله بعض الأمور يعني الطفل يستوعبها ويأخذها على أن المسلمة سمعها من المعلم أو من المعلم المدرسة ولا يأخذها من والدة كثر من مرة يأخذها عندما أقول لابني هذا قالت المعلمة وأنا أحترم فيه أكبر في هذا الأمر أحيانا تقول معلومة خطأ وأكتب رسالة مغلقة أرسلها إلى المعلمة قد يقول خطأ إملاء مثلا خطأ نحوي مثلا لكي يبقى رمز المعلم شخصية المعلم تحترم فتصحح ولكن المعلومات يجب أن نراقب يجب أن هذه الكتب هذه المقررات ماذا يدرس لأبنائنا خاصة مع هذه الحملة ضد الأسرة يشرعون للشدود يشرعون لإلغاء فطرة التدين يشرعون لأمور إذن يجب أن نعيش يقضى مع المجتمع وأن نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء وظفوا جميع الوسائل لإقامة الدين لصناعة الإنسان السوي الشعر كان يرسل حسان بن ثابت أهجوهم ومع كروح القدس الثقافة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أبا بكر الصديق لأنه كان نسابه من كان يتجرع على النبي صلى الله عليه ويتطاول عليه فذكره بنسبه زانيم الوليد بن المغيرة الصنديد الذي كان يهن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأصله أنه لقيط لا نسب له لذلك يجب هذا التلفاز الأفلام تيك توك يجب أن نجند إذا أردنا أن نعيش نهضة إسلامية حقيقية يجب أن نبدع في الوسائل وفي الرسائل وفي جميع وندخل من جميع الأبواب يعقوب عليه السلام أبرى أبناءه أن يدخل من أبواب متفرقة لماذا؟ لكي ننجز حضارة ودائما نستحضر هذه الرسالة نحن ورثت الأنبياء الأنبياء صلى الله عليه وعليهم لم يورثوا الدن هملا ولا الدنارا ولكن الذي ورثناه نحن هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحن معشنا الأنبياء إلى نورة وما تركناه صدقة ونحن لا نشرف أننا نرث هؤلاء الأنبياء في حين أن أبناءهم لم يرثوا هؤلاء الأنبياء الأبناء لم يرثوا الأنبياء ولكن نحن لا نشرف إذن فلنكن في مستوى هذا الأرث هذا الأرث سعادة الإنسان أن نخرج الإنسان من الظلمات إلى النور ونبدأ بما نتعلم ذوي القربة حياكم الله دكتورة جزاكم الله كل خير الحقيقة الوقت انتهى سريعاً وبرك الله لك وشكر الله لك فضيلة الدكتورة نزيها معريج أستاذ مادة العقيدة الإسلامية بجامعة محمد الأول بوجدة المغرب أشكر حضرتك شكراً جزيلاً وتشرفنا بوجود حضرتك معنا أكوان شكراً لكم أيضاً وشكراً لقناتكم الكريمة واجزاكم الله خوالاً عن الأمة الإسلامية بارك الله فيكم كما أشكر أخي أستاذ أنس براق القارئ والمنشد المغربي بارك الله فيك وسأترك لك آخر دقيقتين تختم بأنشودة لكن قبلاً أشكر كذلك مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وغداً بإذن الله حلقة جديدة من برنامج محيا رمضان دمتم في أمان الله قبر أستاذ أنس أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتماً بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد قبر أمان الله فيك هل لم حب قالوا لي إذا بلاك الله بها ويل بلاك الله بها رمقمها عالي غالي هل لك تبحاروا فيها هل لك تبحاروا فيها الله 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 لَمْ حَبَّ إِلَّا بُوْسُلْ وَلَوْصُلْ إِلَّا غَالِي وَلَوْصُلْ إِلَّا غَالِي وَنَشْرَبْ إِلَّا مَخَتُمْ وَلَمَقَمَ إِلَّا عَالِي وَلَمَقَمَ إِلَّا عَالِي هَذِي لَيْلَا مُبَارَكَا مَيْمُونَا يَرْبَحْ مَنْ صَالَّى عَلِيهِ الله الله يَرْبَحْ مَنْ صَالَّى عَلِيهِ الله الله هذِي لَيْلَا مُبَارَكَا مَيْمُونَا مَيْمُونَا يَرْبَحْ مَنْ صَالَّى عَلِيهِ الله الله يَرْبَحْ مَنْ صَالَّى عَلِيهِ الله الله أكبر اشتركوا في القناة